السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وقطيب التحيات في المعادة بالذات ولله الحمد والمن منذ عشر سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير يا رب دايما يبقى بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي هتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك حيث نجيب على موظم الرسائل عنده ووصولها إلينا كل عام وحضراتكم بخير وعام جديد يهل علينا بإذن الله بالخير واليمن والبركات ويديم على حضراتكم نعمة الصحة والعافية متعكم بها دائما ويا رب يجعل تواصلنا معكم دائما بشرة خير لكل المتصلات ولكل المتسائلات ولكل مشاهدات هذا البرنامج في الحلقات السابقة اتكلمنا مع حضراتكم عن التهابات الحوض والتهابات الأنابيب واتكلمنا ان التهابات الحوض والأنابيب قد تؤثر بالسلب على الأنبوبة وقلنا ان الأنابيب عضو حساس وان التهابها قد يؤدي الى انسداد الأنابيب وقلنا انسداد الأنابيب شيء ويختلف تماما عن انسداد الأنابيب المصاحب بانتفاخ في الأنبوبة فالأنبوبة اللي تنفخت بازط والأنبوبة اللي تنفخت مفيش فيها رجا والأنبوبة التي نفخت لمها ولا كفاية شرها ما يحصلش منها حمل ولا يمكن أن يكون هناك وسيلة لأن يجعل منها رجع لكن هناك وسيلة ممكن نكفي شرها وشرها أن الأنبوبة التي فيها تجمع مائي وما يطلق عليه الأطباء هيدرو سالبيجس أو قيلة مائية في الأنبوبة ترتد هذه السواء الأنبوبة التي ترتشح إلى الرحم وارتشحها إلى الرحم يعيق زرع الأجنة داخل الرحم سواء من الأنبوب الآخر لو كان الأنبوب طبيعي أو عن طريق الحقم المجهري وبالتالي الأنبوب المنتفخ يجب فصله ربطه إلغاءه استقصاله أين من هذا لتضيع آثاره السلبية على الحمل وفرصه وهذا يتم من خلال المنظار إذا كانت الصور اللي معنا جاهزة نشوف الصور مع حضرتكم الصور جاهزة دي صورة اللي شفناها في أول حلقة بتادي نتكلم على الأنبيب السهم اللي على يمين الشاشة قدام حضرتكم بيشاور على الأنبوبة الشمال اللي مش داخلة جواها السبغة خالص بينما الأنبوبة اليمين داخلة السبغة فيها ولو نقدر نبص إلى أقصى شمال الشاشة الأنبوب الأيمن نلاقي فيه أهداب صوابع كده بسيطة بين أصابع للأنبوبة لأن الأنبوب زي الزراع الممتد المنتهي بالأصابع ممكن نرجع بالصورة اللي هي أنا الأنبوبة الطبيعية شكلها كده زي ممتدة كده وليها أصابع في إنهايتها نشوف الصورة اللي بعدين لا ده فيديو يا جماعة مش صورة حضرتكم كده جبتوا فيديو مش صورة ده أول لقطة في الفيديو دي الصورة اللي بعدينها دي فيها انسداد في الأنبوبتين الأنبوبتين فيهم انسداد تام عندما انشأهم وبالتالي لم تدخل استبغى إلى الأنابيب ولم ترسم الأنابيب ولم تظهر الأنابيب واللي ظهر هو الرحم المثلس ده فقط ولا يوجد أي ظهور للأنابيب وبالتالي ده يطلق عليه بايلاترا الكورني والتيوب البلوك الانسداد في الأنابيب من عندما انشأها من عند الرحم على الناحيتين شوف الصورة اللي بعدين نعم الصور المفروض لما تظهر هنشوف بقى حالة انتفاخ الأنبوبة الأنبوبة اللي مسدودة زي اللي شفنا دي تأثرها شفنا صورة الانسداد في الأنبوبة واحدة الشمال وشفنا صورة الانسداد في الأنبوبتين يعني ايه انسداد؟ يعني الأنبوبة دي لا تدخلها سبغة هل كل الأنبوبة السبغة ما دخلتهايش هي أنبوبة مسدودة؟ لا ده واحد من الأزباد قد يكون فيه سبازم تشنك في عضلات الأنبوبة تؤدي لده قد يكون الأنبوبة دي مستقصلة قد تكون الأنبوبة دي مش متخلقة ربنا خلق ست بأنبوبة واحدة وده وارد تمام؟ لكن المهم ان السبغة ما دخلتش الأنبوبة هذا يشير لانسداد الأنبوبة شفنا الصورة بتاعت انسداد الأنبوبة في صورة مختلفة بقى اللي هي تمدد الأنبوبة تمدد الأنبوبة ده إن الأنبوبة تبقى فيها انسداد ويبقى فيها تضخم وتجمع في السبغة في نهايات الأنبوبة مع عدم خروج للسبغة يبقى فيه انسداد وتمدد وتجمع للسبغة داخل الأنبوبة لو الصورة لقيتوها نعرضها لو لسه مش جاهزة ناخد اتصالات تفضلي يا نجو مساء أنا ما عنديش التفطار أنا بس متطلع أشكر حضرتك جدا على البرنامج وعلى الحلقات والمعلمات اللي حضرتك بتقدمها لنا دايما وحرصك على التفاعل والإجابة على التساؤلات وفايدة الناس يعني جدت حضرتك قيمة جبيرة ودكتور إنسان كده وحاجة مش عارفين أشكر حضرتك إزاي أنا متشكر لك جدا متشكر لزوءك وأخلاقك والاتصالك وكل عام وحضرتك طيبة وزي ما أنا بأكد في بس معلومة أنا يعني أود أنا يا جماعة مش طبيب أنا الحمد لله أستاذ جامعي وبحمد ربنا لأن ده فضل من الله أن تكون أستاذا يعني تكون مدرسا والتدريس كمان هبة ونعمة من ربنا أن يديك نعمة التدريس التدريس نعمة آه تدريس نعمة عليك لأنك لا يمكن أن تكون أستاذا جيدا لما تكون فهمت اللي أنت بتقوله ثم استوعبته ثم حفظته ثم قادر تسترجعه ثم قادر تعرضه ثم قادر تعرضه بصورة اللي قدامك يفهمها ده مميزات الأستاذ الجيد والأستاذ الجامعي الجيد له مهارات المهارات دي منها لسان يتكلم يشرح يوصل منها أداء طريقة أداءه أنا عارف أن فيه ناس بقى حيقودوا يسمعوني ويقولوا عايزهم يقولوا لي رأيهم في اللي بقولوا ده في مميزات الأستاذ الجامعي نمرة ثلاثة فيه استخداماته للمساعدات التوضيحية أو وسائل الإضاحة في الإيصال المعلومة اللي هو بيقولها أنا متشكر لحضرتك جدا وده بيسعدني إن أنا بقوم بهذه المهنة مهنة مش إن أنا بقدم البرنامج هنا ومش مهنة طبيب مهنة الأستاذ الجامعي وهو المهنة التي تسعدني وأتشرف بيها وأفتخر بانتمائي إلى مدرسة الطب الأولى في مصر وفي أفريقيا وفي العالم العربي وفي الشرق الأوسط وهو القصر العيني المدرسة الطبية التي تنشئ أجيال حضرتك لو تعرفوا ميزة كلية الطب جامعة القاهرة مستشفى القصر العيني وتعرفوا ارتباط أسدته بيه وإن أسدت الأسر العيني كلهم بيفتخروا بانتمائهم لهذا المكان ونتشرف بانتمائنا لهذا المكان ويتمنى كل أستاذ من أسدت الأسر العيني أن يوافيه الأجل وهو يعمل داخل جدران هذا المستشفى وما تستعجبوش أن كل أسدت الأسر العيني يطلبوا عند وفاتهم أن يتم الصلاة عليهم وأن يخرج جثمانهم من هذا المكان ارتباط وفيق الناس ما تعرفوش لهذا المكان فإذا كان الواحد وصل إلى أي شيء فهو بفضل المدرسة الطبية التي أنتمي إليها وبفضل أسدتي العظام اللي ده الرسولي واللي تبنوني واللي علموني وبفضل الطلبة المميزين في الأسر العيني اللي بيساعدون على عرض ده ثم في هذا البرنامج بفضل متابعة حضراتكم وبفضل التفاعل مع هذا البرنامج سواء في مصر أو في الدول العربية فأنا بوجه لحضراتكم التحية لأن في كلمات مشجعة الحياة مش كلها ماديات في كلام يشجعك أن تتحمل الحاجات السلبية والانتقاد والهدم والمشاكل والتعب والمجهود لتحضير الماتيريا اللي إحنا هنعرضها هنا كلمات دي بتشجعك جدا فأنا متشكر لحضرتك لأن كل كلمة من دول بتبقى وقود عشان نحاول نحسن ونجود ونستمر على ده متشكر لحضرتك جدا كل عام وحضراتكم وكل متابعي البرنامج بكل خير هل معنات صال آخر أو هاي الصور وصلت دكتور أنا كنت عايز أقول لحضرتك أننا ساخرين بحضرتك كأستاذ وكطبيب وأنا من الحالات اللي بتتابع مع حضرتك وكان عندي مشكلة في تكايف الموايد وحضرتك عملتني من دار راحيني وبطني وتعليجتي وأنا دروقتي في التاسع الحمد لله وبتابع مع حضرتك ودكتور يعني عاية لهم أستاذ وطبيب وكل الحاجات اللي حارك قلت عليها دي فتجدا عاجزة عن الشكر ويعني وعايز أقول لحضرتك أن أنا مريت بتسع شهور كلهم حيوين وكلهم أمان وكلهم خير على قدل حضرتك ومتباتك بزفيقة جدا جدا من pensar ربنا يتملح حضرتك على كل خير وتقومي بالسلامة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما نتكلمش في أي حاجة ألا لما حضرتك تقومي على خير إن شاء الله بإذن الله كل سنة بحضرتك طيبة شكل لحضرتك جدا فضغي على فاندم معنا مين أيه السلام عليكم عليكم السلام أهلا يا فاندم لو صبحتك جزاك الله خير يا دكتور أنا متشكر لحضرتك جدا فضغي تشكر ليك الحمد لله الحمد لله يا رب ربنا يديم علينا فضله ويديم علينا عهدنا مع حضراتكم ان نقول دايما الحقيقة والكلام العلمي رغما عنك ايش عايز اقول لها حضرتك يعني الحمد لله اه ده ما نحرص عليه قدر الامكان فضالي فنو لو سمحت دكتور انا عندي 35 سنة ايو وانجبت الحمد لله طفلين ربنا يفلون بعد كده لما جيت عنجل تاني اتضحني زوجي عندي الحيوانات المنوية زيره تمام يعني بس انا معلش انا حوق حضرتك ثواني اللي حضرتك بتقوليه ده عشان احنا بنقعد نقوله في عياداتنا كل يوم كل ما نقوله راجل مراته جاية تسعى الحمد تقوله ما نحملش نقوله حل اللي يقولك لا انت مش واخد بالك يا دكتور انا جبت عيال قبل كده انك تجيب عيال قبل كده ده مش هذا الضمان ان حضرتك هتفضل في امام تمام العمر لانك انسان يسري عليه ما يسري على البشر ان وارد ان يصاب بمرض وامراض الرجال التي يؤثر على الحيوانات المنوية مش هتبقى عنده اعراض خالص فالرجل ده ما كانش حاسس باي حاجة رح يحلل لقى التحليل زيره انا اسف ان انا وقفت حضرتك بس عشان اوضح للناس اهمية ان كل ما نبحث عن حمل يجب ان يكون هناك تحليل سائل منوي جيد حديث للزوج تفضلي بس دكتور هو ما رفضش التحليل هو حالي من اول من الدكتور قال لي ما فيش اي مشكلة بالنسبة له انا ما اتكلمش على زوجك انا باخد بس منه نصيحة للازواج تفضلي بس المشكلة اللي احنا اتعرضنا المقالطات النصب مش عارف اقول لك ايه بس المشكلة ليه قالولكو يتعالج بالخلاج جزعية ولا ايه لا لا هو مجرد انه من دكتور الدكتور وكله بدي علاج وفي الاخر لما الدكتور الاخر دكتور يعني ربنا يجزيه خير جرى ان هو اساسا مش ما فيش يعني مش هترجع فيه حيوانات منوية طول ما السائر وصل للزيب لا يا فندم هو لو ازو لو ازو مش صعب جدا ان فيه علاج يخلي ينزل حيوانات منوية لكن هو لو ازو يعني ما فيش حيوانات منوية فاحنا عندنا نوعين من الازوسبرميا اللي فيه انعدام في الحيوانات المنوية في التحليل واللفز اسمه كده انعدام الحيوانات المنوية في التحليل عشان كده للأسف الشديد بعض الناس بلاش بقول في مكان فين يقول وديت التحليل الدكتور يقول لي حيواناتك المنوية ميتة أو بتنزل ميتة أو تموت هو ما عندوش حيوانات منوية المهم إن فيه نوعين نوع functional سبب إن الخصية لا تؤدي وظيفتها ولا تنتج حيوانات منوية ونوع انسدادي يعني الخصية فيها إنتاج لحيوانات منوية بس فيه انسداد في القنوات النقلة من الخصية للخارج النوعين دول يتم التفريق بينهم بأخذ عينة من الخصية عشان نشوف فيه حيوانات منوية أولا فإذا وجدنا فيه حيوانات منوية قمنا بتجميدها وكان هناك فرص لحدوث الحمل عن طريق تقنية الحقن المجهري فإذا لم يوجد في عينة الخصية حيوانات منوية فلا يوجد علاج طبي اخترعه ووصل له الطب حتى هذه اللحظة لمساعدة هذه الحالات بعض التحاليل زي أن احنا نعمل للرجل ده تحليل الهرمونات ومنها هرمون الـ FSH قبل ما ناخد العينة من الخصية قد يشير إلى أن العينة مجدية أم لا لكن ما فيش تحليل قاطع ينفي أو يغني عن اللجوء للعينة من الخصية ده مختصر الكلام الرجل ده ياخد علاج لمدة 3 شهور لا يجب إيه هامه مكتوب كده في كتب الطب لا يجب إيه هامه أن هذا العلاج سينطق حيوانات منوية أو سيصبح طبيعي به لكن احنا بنحاول نخلي الخصية تشتغل قدر الإمكان وخلال هذه الفترة يتم تجهيز هذا الرجل لأخذ عينة من الخصية وجدنا جمدنا عملنا حقن مجهري لم نجد قلنا للراجل ده متأسفين الطب فشل في علاج هذه الحالات حتى هذه اللحظة دي مختصر الكلام هل ده ما تم مع حضرتكم؟ أخذ العينة من خصية والحمد لله موجودة طيب فايس يبقى الراجل ده عنده حيوانات منوية وجودة في الخصية يتم تجميدها بس ياخد العينة يكون خدها في مركز حقن مجهري مش خدها في عملية عادية أو في مكان عادي أو يتم تجميد الحيوانات المنوية بس كانت لما أدخل حالتي أنا طلع المخزون المريض عندي 6% 6% حضرك سنك كم سنة؟ 35 35 أنت قلت لنا برضو ده بيطرح تاني التساؤل اللي بنقوله ليه بتعملوا تحليل المخزون وأنا عمري 30 سنة 35 سنة ده أنا فيه أدي نسمع بقى كلام الستات بقى ويتتكلنا على الكلام ويدوسوا ويجزوا على سنانهم ده أنا اللي أدي لسه ما تجوزوش ده أنا اللي أدي بيجيبوا عيال ده أنا اللي زي لسه أنسات إيه ده ده نعرف واحدة 45 سنة وحملت ده الست صارة ولدت وعمرها كم سنة نسمع الكلام الجدال ده هذا لا ينفي السن ليس وقاية من عمل تحليل المخزون طبعاً الست دي سنة 35 سنة وهو سن ليس كبيراً لكنه ليس صغيراً متوقع الطبيعي عن سن 35 سنة يبقى تحليل المخزون قد إيه؟ في أمثل الحالات يبقى ما بين 95% 90% لواحد صحيح واحد واحد من عشر حضرتك بتقولي تحليلك ستة من مية آه طيب وبالتالي مركز الحقن المجهري قال لحضرتك إيه؟ عملت تنشيط وطلع بوايضات ولا لأ؟ طلع بوايضة واحدة بس في المرتين بوايضة واحدة وما تخصبتش؟ لا طبعاً ما رضوش يسحبها وما رضوش يسحبوها طيب بايس يعني المركز كمان كان يعني رحيماً بحضرتكو قال لك حضرتك الحقيقة إن ما طلعش ألا بوايضة واحدة وإننا مش حنقدر نسحبها لأن الفرص لتخصبها هتبقى قليلة تماماً أنا بس يعني أنا آسف إن أنا بطول على حضرتك وباخد من تفاصيل حياتي بس عشان نفيد الناس حضرتك لقيت المخزون ستة من مية ما طلعتيش ألا بوايضة واحدة أنا بقى حسألك كنت حاسة بأي شيء عشان ستة تقول لي هو فيه أعراض للمخزون قليل داناً دورة منتظمة بالساعة كنت حاسة بأي شيء لا لا دورة منتظمة حمد المخزون القليل لا أعراض له المخزون القليل لا بيغير في الدورة ولا في كميتها ولا في عدد أيامها ولا أي شيء ولا الست تشعر بأي شيء المخزون القليل يتم تشخيصه بطريقتين لا ثالثة لهما واحد عمل تحليل المخزون اللي حضرك عملته اتنين دكتور نابه يعمل صونار مهبلي يقول الحقيقة منظر المبيض دا البوايضات اللي فيه قليلة في حاجة اسمها أنترال كون وأنا مستعد دحلف إن حضرتك كنت بتروحي لأطباء قبل عمل المخزون يقول ليك انت فلة وهي لو ما عندكيش حاجة والصونار بتاعك ممتاز وانت اللي يلمسك تحملي وانت شاء الله هتيجي حامل فتاوة لا لا أنا دكتور ما عملتش عشان من الأول كان المشكلة عن يونزي يعني أول ما اكتشفتوا المشكلة ما كنتش مباشرة إلى مركز الحقن يعني لا لا اكتشفناها اكتشفناها من أربع من خمس سنين فالخلال الخمس سنين دي أنا ما تعرضتش على دكتور تاني لأننا يعني خدت خمس سنين وأنا عارفة أن المشكلة مش عندي فما ترحتش مكان لا يا خندم هو وجود مشكلة عن بأحد الزوجين دي برضو مفهوم خاطئ وجود مشكلة عن بأحد الزوجين لا ينفي أن يتم فحص الطرف الآخر لأن الحمل يتم من شخصين لا يتم من شخص واحد وخصوبة الزوجين تضاف لبعضهما البعض وتخصم من بعضهما البعض يعني ايه؟ يعني حضرتك لما يبقى مخزونك كويس يبقى نقول يعني لو حد عمل لو تفتح عمل الشيطان بس احنا عايزين نقول للعلم كده لو حضرتك من سنتين ثلاثة كان حد وهو بيعالج الزوج وقعد أربع سنين عشان تصل له القرار نروح مركز الحقن المجهري كان عمل لحضرتك تحليل وفحوصات فعمل تحليل المخزون فكان حيلاه تحليل المخزون خمسين في المية خمسة وسبعين في المية وهو غير مثالي وغير مثال لسنك وقتها يعني لكن كان حيقوله ايه؟ لو سمحته اسرعه بعمل الحقن المجهري لأن أكيد المركز قاله لحضرتك الكلام ده قال لحضرتك أن الأرقام دي مش كويسة واحنا مش متفقلين واوى لآخر بس لو حضرتك كنت جتلنا من سنتين ثلاثة كان أكيد حيبقى الأرقام مختلفة طب دكتور دلوكتي لو سمحت نفحنا بإيه يعني احنا أنا ما عنديش الحمد لله أي مشكلة تاني غير بس مخزونه يعني الحمد لله ما يا فندم الحمد لله إن ما فيش مشكلة غير مخزون المبيض بس كافأ بها مشكلة فهي مشكلة عويصة ليه عويصة؟ لا تستعصي لا تستعصي على قدرة الله سبحانه وتعالى لكن تستعصي على علم الأطباء بنقول عليها عويصة لأن الطب يقف أمام هذه المشاكل عاجزا دي المشاكل اللي الدكاترة يقوله عليها عويصة لا يوجد علاج طبي يحفز ويزيد مخزون المبيض من الويضات فالدكاترة يقوله دي مشكلة عويصة لأن عويصة على قدرتهم على علمهم على طبهم طبعا لا تستعصي على أبو الطب وأبو الأطباء وأبو العلم وهو علم الله وقدرته سبحانه وتعالى لكن في شيء طبي يزيد المخزون الإجابة لا في شيء طبي يحس إن استجابة المبيض لأدوية التنشيط اللي مكتوب في الكتب أو في أدوية تحت التجربة تسعين في المئة من الحالات ستفشل مش هتحقق نتائك وعشر في المئة قد تحسن جودة البويضات لكن المشكلة في حالتكم المشكلة معقدة ومركبة الزوجين عندهم مشاكل والزوجين عندهم مشاكل من درجة عنيفة الزوج عندهم أيدام في الحيوانات المنوية ويدوب لقينا عدد جمدناه والزوج عندها ضعف شديد في المخزون فلا يوجد حل طبي سوى تكرار محاولة الحق آملين من الله أن تنتج السيدة دي بويضات يصلح صاحبها وتخصبها لكن في أي حاجة طبية أخرى لا يا فاندم دا قرار يجب حضرتك اللي تخديه إحنا ما نخدوش إحنا نساعد حضرتك نفهمك لأن دا قرار أنا مقدرش أقول لوحدة مخزونها من البويضات قليل جدا واحتمالية للنجاح الحقن قليل جدا وأقول لها ما تعمليش وهي لا تملك أطفال فبالتالي الجايز تقعد بعد ست شهور سنة تقول ما أنا لو كنت حاولت ونشطت كنت جايز أبقى من 2-3% إلا حصل لهم حمل يمكن يبقى عندي قدرة أكتر شوية لما تبقى الست دي عندها أطفال زي حالة حضرتك يبقى القدرة دي أقل شوية لما يبقى الأطفال اللي عندها دي دا أنا ما عنديش ألا بنتين في مجتمع ذكوري وكل إخوات جوزي وقريبه بيقولوله هاتلك ولد ومش عارف إيه فأنا عندي ظروف ضغطة تعم؟ فالظروف تقيم بالحال إحنا الأطباء ننصح ونشرح ونقول بأمانة النسب والفرص والتكلفة وحضراتكم اللي تاخدوا قرار لكن زي ما قلت لحضرتك كده هناك أمل أن تنتجي بوعيضات الإجابة نعم الاحتمالات نادرة لكنها ليست منعدمة لو نمسك العصام النص نقوم نحاول ننشط مرة أخرى تقوم إذا طلعت بوعيضات خيرا إذا ما طلعتش عشان كمان حضرتك لا تلومي نفسك لاحقا ولا حد يلومك ويوجه لك لوم لأن أنا عارف كلام الستات لأن طبعا هم عليهم بإيه يعني هم عليهم بإيه غير حرق الدم حضرتك يعني ما كنت روحتي وكنت حاولتي ما كان جايز ما يعرفوش حضرتك بتاخدي حؤن قد إيه وبتتشكشكي قد إيه وبتصرفي قد إيه والضغوط العصبية والنفسية والمادية قد إيه تعم؟ وهم عليهم إيه غير بالكلام لكن كلامهم ده للأسف بيجد صدى عند الستات أكتر من كلام البكاترة الحقيقة دي حالة مركبة وحالة إيه بقى؟ التاريخ اللي بنشوفه السيناريو اللي بنشوفه في العيادات كل يوم ست متأخرة عن الحمل سنها كان 30 سنة محدش فكر يقول لها طيب قبل ما يقول لها طيب انت ما تجيش تروحي لبكاترة تعالي بس نعمل تحليل مخزون تعالي بس نعمل صنار تعالي نتأكد من المبيض فترك المبيض لأن عدم مخزونه من البويضات وخلال الفترة دي ستون في زواقت غير مجدي في علاج الزوج ولم بتنا ناخد خطوات حاسمة بالنسبة للزوج اكتشفنا ان المخزون بتاع السيدة طيب معنا اتصلت لفوني آخر هلو ايه يا فندف لا سمحت يا دكتور سامع عليكم الأول عليكم السلام يا ستة زينة اتفضلي دكتور هو أنا حاليا معايا تفل لتلاث سنين الله يخل ليك وانا من ثلاث شهور كنت حامل كويس وحصل اجهاد آخر الشهر التاني ايه وعملت تفريغ حي ماشي لحد كده تمام لحد كده تمام بعد كده بعد ما خلصت من الدرشة دي كلها والاجهاد والتفريغ حصل حاملة تاني الله وفي خلال الحاملة ده الحاملة ده نازل في اليوم الخمستاشر انا ما كنتش عارف ان انا حامل والأنا عملت قبل الاول فيها كنت باخد علاج جردية ايه في تاني حامل بعد كده ما كنتش عارف ان انا حامل وعملت تحليل حامل بالدم وبالبول مرتين وبرضو ظهر ان انا ما فيش حامل ايه تاني مرة حامل ايه ونزل الحامل بعد كده انا رحت كشفت عند الدكتور وحاولت ان انا اعمل تحليل جل ما ندخلش نفسك في متاهات وجل ما فيش حاجة وليل على كده ما حصل حامل انا النهار ده تعرف ان حضرتك استاني بس حضرتك ده كلام حد مش متخصص والمتاهات دي ده كلام تقوله واحدة من قريباتك خلتك عمتك فانقول ست بقى وما تعرفش لما ده يطلع من طبيب ده كلام مخزي وكلام مش عايز اعلق عليه تمام والمتاهات ان حضرتك تفضلي بتحملي كل شهر شهرين وتتعرضي لاجهاضات متكررة والمتاهات ان انا كنت كويسة وحصل حمل واكتمل ثم بعد كده حصل حمل وانتهى باجهاض ثم حصل حمل ومنين معرفت ان انا حامل بعد عدة ايام الحمل بيجهض يعني انا حالتي بتزداد سوءا وتدهورا لكن اللي قال لحضرتك كده الوقتي قاعد بيتغدى وبيلعب مع عياله وبيتفرج على التلفزيون على مطش كورة وحضرتك اللي مهمومة ومغمومة وشيلة ده على دماغك ولمه هتجهدي مرة اتنين تلاتة هو مش هيتغير في حياته شيء وبالتالي بما ان اللي بيشير قربة محرومة بتخر على دماغه يبقى هو اللي لازم يتحمل مسئولية ده الكلام اللي تقال لحضرتك ده كلام غير مسئول وغير علمي وغير طبي ولا نعلق عليه اي تعليق اكتر من ده لان التعليقات اللي اكتر من ده ممكن ما يسمحش وجودنا على الهواب باننا نقولها فيجب البحث عن سبب الاجهاضات المتكررة دي معنا اتصال تلفوني اخر شايماء تفضلي السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام يا فندم معكم دم سلام واخوان اهلا بيك اشكرك يا دكتور شكري كبير جدا والله والله انا مبسوطة من حضرتك وبعزك جدا وبحبك جدا يا دكتور وما سعلمت يعني فرحك انا كنت متابع معك وربنا كرمي بمصطفى ربنا يخلهولي يا رب يا دكتور انا دلوقتي هو عنده سنتين ايه انا عملت عند حضرتك منظار عشان كان عندي تكايزات وكان عندي بصانة مهاجرة كويس مش كويس يعني ان فيه مرض كويس ان احنا اكتشفناه وحصل حمل الحمد لله وبعدين والحمد لله ربنا كرمنا دلوقتي بس هو دكتور عنده سنتين بس انا لست ربنا ما كرمنيك يعني ايه هل ارجع تابع للعلاج تاني حاضر حاجاوب على ده بالتفصيل يا ست شايماء قوليلي هو كانت متأخرة في الحملة قد ايه قبل المنزار خمس اه اربع سنين يا دكتور اربع سنين والدورة كان اخبارها ايه يا شايماء كانت منتظمة بس يعني كده بتأخذ تلسين يوم حتى تجيزة بتأخر شوية طيب حاضر اه حاضر حاضر من عيني بصي بقى ستة كل حضرتك مريضة تكايز مبايت لما حضرتك جتلنا العيادة قلنا لك ده تكايز يبدو انه كان من درجة متوسطة لان الدورة ما بتأخرش اوي يبدو انا بس مش فيش تحت ايدي تفاصيل لكن انه ما يحصلش حمل لفترة سنتين او اكتر تماما ده يسير القلق بانه ان التكايز ده من درجة اشد من اللي احنا مقيمينه او انه هناك مشكلة غير التكايز وهنا اللجوء للمنزار بيجاوب على سؤالين سؤال التاني هو الاهم هل في مشاكل اخرى غير التكايز واللأ وربع المتكايزات اللي بيتقلهم انت عندك تكايز وتاخد طنشيط للطبويت شهور وشهور وما بيحصلش حمل بيبقى عندهم فعلا بطنموا هجرة وهذا شيء لا يكتشف اللي بمنزار فعمل منزار مجدي لاكتشاف هذه المشكلة وعلاجها تمام؟ نمره واحد فده الهدف رقم اتنين ان اكتشف فيه مشكلة اخرى غير التكايزات ولا الهدف رقم واحد هو علاج تكايز المبايد من خلال المنزار لما بنلاقي المشكلتين دول في خمسين في المية على الاقل زي حالة حضرتك كده بيحمله عشان الهلاوس اللي بسمعها كل يوم في العيادة عندي ما ايه رأيك يا دكتور ما انا قالولي ان عندك تكايز وطالما انا اتأخرت في الحمل ما اروح اعمل حقن مجهري واختصر زي السيدة اللي كدت بتاتصل بيا الحلقة اللي فاتت واللي قبلها اللي جارتها قالت لها يا شيخ الدكتور بيقولك شكلك عندك بطنموا هجرة ما تعملي حقن مجهري وتختصري وانا ما قلتش الحقن مجهري لا عيب ولا حرام ولا ممنوع ولا مكروه ولا غلط في هذه الحالة لكن هو الخطوة الاخيرة وتسبقه خطوات المهم لما بنعمل منزار ونكتشف ده ففي خمسين في المية زي حالة حضرتك كده ربنا بينعم عليهم بالحمل شيء جميل فاذا حدث حمل اللي ما يحصلش بقى نروح نعمل حقن مجهري ويبقى ساعتها مضطرين للحاجة الاكثر كلفة والاكثر 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 علشان المضطرين لان غيرها منفعش طيب ايه اللي حصل حمل طبيعي او بالحقن المجهري ايه مصير تكايس المبايد مرض مزمن لا ينتهي يبقى شايماء عندها تكايس مبايد هيفضل عندها تكايس مبايد درجة المرض بتتحسن في بعض المريضات بحدوث حمله وولادة ورضاعة بشرط حفاظهم على وزنهم وعلى حالتهم الهرمونية طيب وبعض المريضات درجة التكايس هتفضل زي ما هي او هتسوق خاصة اللي مش هيلتزم بالنظام غذائي وعلاجي وبيزيده في الوزن ده بالنسبة للتكايس يبقى التكايس مرض مزمن حيفضل موجود يبقى شايماء مازال عندها تكايس لكن درجته هتبقى تغيرت ويحكم على هذه الدرجة تحليل الهرمونات نمرة اتنين بالنسبة لبطنة المهاجرة تسعين في المية من المريضات اللي حصل حمل وانتهى بتسع شهور حمل وانتهى بولادة ربنا يخليلك مصطفى ده بيؤدي الى تهبيت تام لهذا المرض ونادر جدا من المريضات اللي المرض بيرجع ينشط بعد حمل ولادة بيحصل بس نادر فالاغلب ان احنا هننحي البطنة المهاجرة جانبا ونقيم الحالات حاجات الاخرى يعني نعمل تحليل جديد للزوج يعني نعمل تحليل لهرمونات نشوف تكايس مبايد وصل لانهي درجة يعني نعمل تقييم للانابيب اللي بعد الولادة تأثرت وحصلت سقاط في الحوض ولا انسدادات شيء جميل لم يحدث حمل يبقى الرجوء للمنظار مرة اخرى لتقييم الحوض حصل فيه التساقات من الولادة ولا لأ البطنة المهاجرة النشطة ولا لأ ولعلاج تكايس المبايد وعمل المنظار عنده متخصص في عمل مناظير بعد خطوات علاج جيدة ينتهي باذن الله تعالى بان شايماء تحمل وتجيب مصطفى وتتصل بنا تشكرنا على الداية العام كل عام وانتم بخير معنا السور ولا اتصال هالة ايوة انا معرفش يا دكتور بس في نقطة نسيت ما قلت لحضرتك عليها نعم في المركز اخر مرة عملت تنشيط نصحني الدكتور جال ان الجوزي انسداد لان هي الحالة حتى في التقرير انسداد مش ايوة فانه ما دام لقوا حيوانات منوية يبقى عنده انسداد ما اكيد ما انا شرحته قلت في حالتين من الازو سبيرميا اما فانكشنل اما ابستركتف اما وظيفية يا اما انسدادية تمام فهو نصحنا جوز هي من عملية اللي هي التسليك ولما يعمل عملية التسليك يا فاندم هيحصل حمل ازاي اذا كان انت مخزونك قليل وما قالش لحضرتك ان عملية التسليك دي عملية كلفتها عالية ونسبة ان يحصل حمل بعديها فقط خمسة العشرة في المية بينما الحقن المجهري نسب حدوث الحمل بعده خمسة وثلاثين في المية اذا كانت الزوجة جيدة عشان كده طب وردد بيه مباشرة وبصوت عالي وبلا اي تردد لانني امتلك الحقيقة واقول الحق ما يعملهاش يعني هو النقطة هو عايز يعمل عملية لعمل العملية عايز يعمل عملية عشان يبقى بيخرج حيوانات منوية هذا وارد ولو انه نسبته قليلا ولعايز يعمل عملية لغرض الحمل طب اذا كان بقى لان يحدث حمل لان يحدث حمل الا بتقنية الحقن المجهري خاصة في ظل ايه ضعف مخزون الست من البوايضات طب احنا لو معنا ارشين ها نوفرهم في اننا الزوج يعمل العملية دي ولا نوفرهم في ان محاولة الحقن المجهري ولا الزوج عايز يعمل العملية دي عشان يبقى هو بقى طبيعي اذا نجحت وكويس بغض النظر عن اي شيء حاضر لا تضطروني وتضغطوا علي اللي اقول ما لا اود ان اقوله معنا اتصلت لفوني اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا بحضرتك بقول لحضرتك يا دكتور انا عدت سنتين ايو انا معاك بقول لحضرتك انا عدت سنتين ربنا كرمني بعديها بتوقم ايو وبعدين عدت خمس سنين فضغطوا عملت عملية منظر بطني ومنظر رحمي وعملت حقن مجهري والدكتور قال لي انت طلعت بواجبات يعني اثنين جودتهم كويسين واثنين جودتهم متوسطين وبعدين حضرتك بس ثانية واحدة ثانية واحدة انا هعطل حضرتك ثواني وحوصل للنقطة اللي انت مصرة تجري تحكيها دي اولا حضرتك ما قلت لناشت عطلتي في الحاملة اول سنتين كانت المشكلة ايه واضح انك كنت بتاخذي تنشيط للطبويض وحصل حاملة في توقم فيبدو ان المشكلة طبويضية يعني انا حضرتك انا مشكلتي ان انا قبل ما اتجاوز اصلا ما فيش دورة تتجي خالص بسبب من ولا بني بسبب في مشاكل في الغدة النخمية ايه بقى حضرتك عندك حاجة اسمها هايبو جونادوتروفيك هايبو جونادزم لازم تبقى عارفة تشخيص حالتك ضعف شديد في افرازات الغدة النخمية بما لا يؤدي لعمل مبيض تمام وبالتالي مش هتنزل لحضرتك دورة ابدا لابدين الا بعلاج اتنين الحمل ممكن بالصورة الطبيعية لكن الارخص في حالتك والاسرع هو اللجوء للحقن المجهري تمام ايه لازم تبقى عارفة القواعد دي بالنسبة لحالة حضرتك وبعدين بلا وحضرتك بعدين اخر الدكتور قال لي انت تعملي منظر عمالت اشعب السبغة الاول وبعدين قال لي في الانبوبة يا مدام انا تخصصي مناظير وحضرتك بتسمعي ناس بتتصلنا وعملهم مناظير واعرف قيمة المنظر كويس قوي لكن المنظر يفيد في حضرتك ايه الانبوبة سلكة او الانبوبة مسدودة تمام الانبوبة سيئة او نص نص الا اذا كان فيها انتفاخ اللي بنتكلم عليه مطلوب انها تغلق الانبوبة مسدودة او الانبوبة سلكة حيفرق ايه حالة حضرتك بغض النظر عن الانبوب الامثل هو اللجوء الحقن المجهري وحضرتك لما رحت تعملي حقن مجهري كانت المشكلة فين ان طلعت عدد قليل من البويضات وجودتهم قليلة طب المنظر حيفيد في ايه ده ما حضرتك علشان انا عملت انا عملت تنشيط وما نفعل ما يا فاندي التنشيط التنشيط يعني فيه مشكلة في المبيض المنظر بيحل مشكلة الانابيب ما حضرتك انا عملت المخزون طلع واحد وستة من عصرة طب يا فاندي ما انا تكلمت على المخزون اكيد المخزون في حالة حضرتك هيطلع ممتاز ليه لان حضرتك المبيض بتاعك محتفظ ببويضاته لان ما فيش هرمونات من الغدة النخامية بتشغله هو واضح ان محدش مفاهم حضرتك ومعميينك ومشيينك كده مشكلة حضرتك في المبيض واداءه وليست مشكلة حضرتك في الانابيب وبالتالي المنظر اللي اتعمل لحضرتك سابقا والمنظر اللي عايزين يعملوه لاحقا فايدته ايه نقط 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 بالنسبة لحالة حضرتك مش هيغير في الامر شيء واضح طب انا حضرتك طب انا اعمل انا مش عارف انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي تكراري محاولات الحق تكراري محاولات الحق مزبوط حضرتك لما انا بعملت منظر رحمي بصني الدكتور قال لي الانبوبة وما طلعتش كاي اي حاجة وبعد ما كان بيقولي ان هو حيشلة طلع بيقولي كانت سدادات وبيقولي السلكت وكأن ما حصلتش ولادك هيصر هيا فاندم حضرتك كانت انا بيبك طبيعية من الاساس وانا قلت واكدت من قبل ما تقولي المعلومات دي ان اجراء المنظر في حالة حضرتك نقط 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 ومرضتش علق وقول ها وقلت المنظر في حالة حضرتك لا يغير في الامر شيء وقلت المنظر الذي اجري سابقا والذي سيجرى لاحقا لا داعي له ولن يغير في الامر شيء وقلت مع علمي باهمية المنظر وفايدته ان دا تخصوصي وملعبي وانا اعشق المنظر والعمل به لكنه في حالة حضرتك لا يغير في المصار شيء طب حضرتك يعني انا كده في امل ان يحصل حملة تاني كبير باذن الله تعالى كبير باذن الله تعالى فقط بنصيحة مخلصة وبتكرار محاولة الحق بنصيحة مخلصة يعني اروح لحد بيقول الحقيقة طب الدكتور طب انا الدكتور قولي قولي بقولي حضرتك الدكتور اخر مرة انا اخذت معها نصيحة الاسبوع اللي في وبيقولي انا طلعت في وايدة بس حجمها صغير جدا وبقاله اسبوعين كل مرة يقولي طب نستنع الاسبوع الجاي ممكن تجبر يا مدام يا مدام اول ما شرحته لحضرتك قلت اسم حالة حضرتك وقلت المصار بتاعها فيه ثلاث نقط بعد اذنك حضرتك عندك حاجة اسمها هايبو جونادوتروفك اتنين بالنسبة للدورة الشهرية لن تأتي ابدا مطلقا ابدا الابدين الا بعلاج لانزال دورة صناعية خلاص ثلاثة بالنسبة لفرص حدوث الحمل واردة بس بجرعات عالية جدا من المنشطات والاحتمالية قليلة جدا وبالتالي في هذه الحالة الارخص والاسرع هو اللجوء للحقن المجهري التلات جمل دول مش واضحين ماشي دكتور ارجو انه يكون ماشي واللي ننتظر اسبوع واسبوع والبويضة دي 12 ملي ومش هتكبر عن كده مش لاني اعلم الغيب لكن اعلم هذه المهنة اعلم الحالة دي المشكلة ان حضرتك ما بتجلكيش دورة بقالك 10 سنين وبتترددي على عادات الاطباء لامراض نسا لمحاول حدوث الحمل بقالك 5 سنين ولا ما يحدث حمل الا بتقنية الحقن المجهري وفي توقم وما حدش لقيل لحضرتك لا اسم المرض ولا القواعد بتاعته ولا علاجه وبالتالي حضرتك انا باختصره واحد اتنين تلاتة ضعف شديد في افراز الغدى النخامية التشخيص اتنين دورة شهرية لن تأتي ابدا الا بعلاج تلاتة حمل وارد وحيبقى مخزون طبعا جيد جدا لان المبيض لا يعمل ليخرج بوايداته حيفقد مخزونه منين ده مبيض يتم تنشيطه بتنشيط خارجي والتنشيطات كمان عشان بس لو حد من الاطباء التنشيطات في الحالات دي لا ينفع معها اقراص تنشيط طبويد لازم بحقن والحقن حنستهدف الجرعات عالية جدا 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 ونادر ما الطبويد حيحدث وفي هذه الحالات هي الحالات الوحيدة اللي بيبقى الارخص والاقل تكلفة هو اللجوء للحقن المجهري وبالتالي حضرتك تلجائي للحقن المجهري تعم جبتش سرت المنظار بقى في النص خالص خالص تعم فحد بص في الاشعال بالسابقة ايه ده الاشعال بالسابقة دي وحش هاوي الانبوة دي سيئة هاوي احنا لازم نعمل منظر عشان نسلك فانا اقول له طب سلكتها يا استاذ إيه اللي حيغير في مصار الحالة شيء تعم ويا ما كانتش كده هذا ما قيلة لحضرتك لإقناع حضرتك لا تضغطوا عليّ لأقول ما لا أود أن أقوله معنا اتصال آخر عائشة لسه ما لقيتوش الصور عائشة اهلا اهلا يا فندي سلام عليكم فضلي ايه دكتور تفضلي أنا سامعك ايه أنا من السودان ايوة وعند تكييسات المبيض جابنت دكتور ايه فنو حضرك على الهوى حضرتك من السودان سمعت ده وعندك تكييسات على المبيض سن حضرتك كم سنة حالتك ايه الأعراض اللي بتشتكي بيها ايه التاريخ المرضي تفضلي تسع وعشرين سنة تسع وعشرين سنة متزوجة ايه ايه أنا متزوجة عندي عشر سنة عشر سنين زواج حدث حمل قبل كده لا لم يحدث حمل مطلقا الدورة منتظمة ولا بتأخر أيام قليلة ولا أسابيع وشهور طويلة مرات شهرين ومرات شهرين مرتين شهرين مرات شهرين وزن حضرتك قد ايه الوزن الميزان كام تسع وخمسين تسع وخمسين محدش قال لحضرتك أن تكيس المبايد بهذه الصورة في هذا الوزن يبقى تكيس المبايد من درجة شديدة والأفضل عمل منظار لعلاج التكيسات ألم يطرح أبدا أحد هذا الطرح لا ما جاله ما جاله طيب حضرتك ممكن عايزة تسأليني عن حاجة تانية ولا ممكن تسمعيني أشرح حالة حضرتك لا ما عايزة أتفضلي إذا كانت كل العوامل الأخرى جيدة بمعنى أن تحليل الزوج جيد والأنابيب جيدة فتكيس المبايد اللي عند حضرتك ده من درجة شديدة الدرجات الشديدة من تكيس المبايد هي الدرجات التي تمنع الحمل منع تام سنتين أو أكتر تأخير الدورة فيها إذا حدث يكون من درجات شديدة يعني الست تقول بتيجيش الدورة بالشهرين 3 تكيس المبايد مرض أكثر حدوثا في البدينات 80% من مريضات تكيس المبايد بدينات وهم السواد الأعظم من مريضات تكيس المبايد والحالات الأكثر عددا والأقل درجة في الأغلب والأسهل في العلاج وفقد الوزن مجدي فيهم وينفذ تنشيط جيد للطبويد وتعديل للهرمونات في معظم الحالات أما النحيفات المتكيسات النحيفات يعني اللي وزنهم 50-60 كيلو ومتكيسات دول بتبقوا دايما العدد الأقل من المريضات لكنها الحالات الأشد قسوة الأشد درجة بمعنى أن الأعراض تبقى واضحة قوي الدورة بتأخر شهر ونص شهرين ما حصلش حمل سنتين خدت محاولات للطنشيط 6 مرات وطبعا لمتجاوزة وقالها 10 سنين دي 20 مرة ولا حصلش شعر راسي بيفقد بمعدل عالي بشريتي الدهنية واضحة عندي حبوب بتظهر في وشي ظهري كتافي فروت راسي عندي زيادة في شعر الجسم زيادة في التعرق تغير في الشخصية والطباع والنفسية والنوم وساعاته وانتظامه هذه هي التأثيرات السلبية للتكايسات من درجة شديدة يجب عمل تقييم للهرمونات ضبط لأي خلل هرموني موجود لأنه يصاحب تكايس المبايد غالبا خلل في هرمونات الغدى الدراقية أو في هرمون اللبن تقييم مخزون المبيض من البويضات جيدا أخذ علاج لتكايس المبايد اللي هو دوائل متفرومين الآمن تماما والذي لا يشاع عنه إلا كل كذب ولا بديل له ومع استمرار عليه والالتزام به ثم أخذ أقراص منع الحمل في الدرجات الشديدة لتخبيط درجة التكايسات وضبط الهرمونات ثم عمل منظار لعلاج التكايسات ثم الالتزام بتنشيط الطبويض وما بقاش الرد حضرتك لما تسمعيني بقول الكلام بي تقولي ما أنا خدت منشطات قبل كده أيوة أنا جبت المنشطات الخطوة رقم 6 وليست الخطوة رقم 1 فإذا لم يسبقها الخمس خطوات السابقة فنتيجة تنشيط الطبويض صفر كبير ماشي ايوة تفضلي الزوج عنده هي عنوات المنائية ضعيفة ضعيفة عدداً ولا حركةً وبدرجة قد إيه حركةً حركة العدد كويس اي العدد كويس لكن هنا الحركة ضعيفة الحركة ضعيفة الحركة الإجمالية ولا الحركة السريعة 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 كان عنده دوالي ايوة ولما بياخد علاج الحركة بتتحسن ولا التحسن فيها غير ملحوظ لسه عامل العملية ده لسه عامل العملية بعد العملية بثلاث شهور يلتزم فيهم بعلاج يعاد تقييم التحليل بتاعه وتقييم موقفه أقيد دكتور الزكورة قال لكم كده فإذا تحسن أنا قلت أول خطوة أول كلمة قلتها في حالة حضرتك قلت إيه ما لم توكن هناك مشاكل أخرى فإذا تحسن أصبح مفيش مشاكل أخرى ونحينا الزوج جانباً ومشينا على الخطوات اللي أنا قلت عليه أما إذا لم يتحسن فيجب تقييم الحالة بإن حد يشوف درجة المشاكل اللي في السائل منو عشان نحدد إيه اللي يتم بعد كده شكرا العفو ويمكن التفكير في اللجوء للحقن المجهري إذا كان ضعف في حركة الحيوانات المنوية شديد أو الزوج لا يستجيب للعلاج ولو أن اللجوء للحقن المجهري في حالة بمثل هذه الصعوبة من تكييس المبايد وشدته ونحيفة ودرجة شديدة من تكييس المبايد يعني عليها محاذير ومخاطر بالتعرض لفرط التنشيط أو الاستجابة الزائدة والعناية المركزة للأسف الشديد ما يريد لو موجودة تمام الصورة اللي في شمال الشاشة قدام حضراتكم في سهم كده بيشير إلى محل الأنبوب الأيمن والأنبوب الأيمن صحيح استبغى فيه بالدخل مش بوضوح أوي لكن قادرين نرسم الأنبوب بالأسهم المتعددة دي وانتبع مصاره أما الأنبوب الأيصر الصورة اللي على الشمال مصاره طبيعي ثم ابتدى يحصل الانتفاخ وتمدد في نهاية الأنبوب الأيصر أما الصورة اللي على يمين فلما حقلنا استبغى أكتر فالانتفاخ والتمدد في الأنبوب الأيصر بقى واضح جدا فالأنبوب هنا فيه انتفاخ واضح نشوف الصورة اللي بعدية عشان نشوف درجة انتفاخ أعلى ممكن ناخد أي اتصال لحد ما الصورة تبقى جاهزة تفضلي يا جهان شكرا لك أهلا هو حضرتك المنزار لما نقوله سيدكا تلاقي السيدات بيعرضوا علينا كذا وعملت أشعة بالسبغة يا دكتور وعملت منزار لا يا فندم اسمها عملت أشعة بالسبغة لقوا كذا كت النتيجة كذا عملت منزار قالوا فيه كذا التشخيص كان كذا عملت أشعة بالسبغة جال لك تكييسات عملت هي الأشعة اللي بالسبغة بتبين كل حاجة في الدنيا إلا التكييسات دي ما بتبينش التكييسات التكييسات خلل في الهرمونات وتؤثر على المبيض ولا الهرمونات بتتأس بالأشعة اللي بالسبغة ولا المبيض بيتبين بالأشعة اللي بالسبغة لكن عملت منزار ليه ولقوا فيه لحمية وفي لحمية في الرحم وما حشوش التكيز تكيبت ما حشوش التكيزات يبقى احنا كده مش فاهمين حاجة خالص لقوا لحمية داخل تجويف الرحم وارد لان تكيز المبايد يصاحبه وجود لحميات تمام؟ تكيز المبايد ما هوش ورم بنعمله عملية ومنزار بنشيله المنزار اسمه منزار لتفقيب المبيض لزيادة استجابته لأدوية التنشيط في مريض التكيز المبايد تكيز المبايد مرض مزمن حيصاحب حضرتك مصاحبة اسمك ليكي اسمك ايه جهان حتفضلي طول عمرك اسمك جهان اللي عندها تكيزات لا يمكن حتشفى لا دكتور انت بتبشر علي لا هو الطب كده تكيز المبايد مرض ايه؟ مزمن يعني ايه مرض مزمن يعني يستمر العمر كله يعني لا يشفى وما بيتعملهش عملية تمام؟ وتكيز المبايد هو خلل في الهرمونات أمال المنزار بيتعامل فيه ايه؟ بيتعامل فيه لشيل التكيزات ولا حاشو التكيزات ولا بيجوا نحي التكيزات التكيزات خلل في الهرمونات المنزار في مريضات تكيز المبايد اللي من درجة جديدة يتم فيه تنشيط المبيض لزيادة استجابته لأدوية التنشيط المنزار ده بيوفر فرص لحدوث الحمل اللي تقل عن 80% لو كانت المشكلة تكيزات بس بشرطين اللي ما تحققوش في حالة حضرتك الشرط الاولاني ان لازم نعمل ضبط جيد للهرمونات قبل عمل المنزار عشان يبقى مجدي لو مدام شايماء اللي من أسوان اتصلت وقالت انها خلفت بعد المنزار وجابت مصطفى ربنا يخليه لها هتحكي لكم كده لما تتصل تاني على الهوى لو قدرت هتقول لكم ان قبل من قولها اعملي منزار هنقول لها لا لو سمحتي لازم عشان المنزار دي يبقى مجدي تاخدي علاج لهرموناتك اللي مطلق بطة دي ويتم ضبط الهرمونات قبل عمل منزار عشان المنزار يبقى مجدي اما ان انا رحت الشطبي وقلت لهم ان انا الدكتور شفته هنا في اسكندرية وقال لي ان الافضل انك تعملي منزار فابقوا اعملولي منزار فقالولي طيب اتعالي بعد اسبوعين وبعدين حجزوني في المستشفى اسبوعين وبعد شهر دخلت عملت العملية ولا حد ضبط الهرمونات ولا حد عمل حاجة وروحت عملتها في مستشفى جميع في حق ان السبغة جميلة ظريفة زي الفل انت الانبيب بتاعتك سلك يا الله ست من هنا واخد التقرير بتاعتك الانبيب بتاعتك سلك فده منزار تشخيصي تمام لم يفيد في اي شيء في علاج تكيس المبايد نمرأ ليه ان الاعداد الهرموني قبله لم يتم واثناء المنزار لم يتم التعامل مع تكيس المبايد وبالتالي لا عجب انه لم يحدث حمل بعده لان المشكلة يعني ما عملتش تاكلينج البروبلم ما تعملتش مع المشكلة ما هاجمتش الموقف محلتوش تمام لكن ما فيش حاجة اسمها ما حشوش التكيسات ما شلوش التكيسات ما فيش حاجة اسمها تكيسات بتتشال بتروح بتختفي تكيس المبايد مرض مزمن يصاحب السيدة مدى الحياة ويتغير لاحقا عن سن 40 سنة لمشاكل طبية اخرى اقلها مرض السكر وهذا هو المصاري الطبيعي لكن ما فيش حاجة اسمها ما حشوش التكيسات هل معنا وقت تمام طيب ما فيش اي امل نشوف الصورة حتى ونخلي الفيديو المرة الجاية اذا كانت الصورة مو ايوه نشوف الصورة كده عشان نوضح الفر ايوه دي بقى صورة انا بيبتيها انتفاق الاتنين بعد ما حقلنا السبغة داخل الرحم السبغة امتلقت بيها الانابيب والانابيب فيها ايه بقى الوقتي فيها انسداد مفيش سبغة خارجة منها وفيها انتفاق وتمدد فدي حالة فيها على الناحيتين انسداد وانتفاق وتمدد في الانابيب يبقى احنا الصورتين الاولين اللي نشوفناهم شفنا صورة انسداد انبوبة يعني انبوبة مدخلتهاش سبغة وبعدين الصورة اللي قبلها دي على طول شفنا انبوبة فيها انتفاق وأنبوبة طبيعية اللي هي الأنبوبة نرجع للصورة الفات إذا أمكن الأنبوبة الشمال اللي هي تبقى قدامك على يمين الشاشة وأنبوبة طبيعية اللي هي الأنبوبة اليمين اللي تبقى قدامك على شمال الشاشة نرجع للصورة الأخيرة تاني أما الصورة دي فيها انتفاخ وتمدد فيه الأنبوبتين الأنبوبة اللي تنفخد بازت وما فيش منها رجا ولا منها ولا كفاية شرها والحل هو ربطها أو غلقها أو فصلها أو استقصالها بالمنظار وهذا ما سنرى له بإذن الله جراحة بي المنظار وفيديو لاحق في الإسبوع القادم إذا كان لنا عمر وكنا من أهل الدنيا كل السيدات وكل الأنسات كل عام وحضراتكم بخير يستمر مع حضراتكم التواصل للعام العاشر على التوالي وهو أكبر برنامج طبي استمر ده آفي العالم بيتهيألي قاطبة شكرا لتواصل حضراتكم ولمتابعتكم للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة جينا واللخظات السعيدة دايما تجري بينا والأيام والأسابيع والشهور والسنين تعدي علينا ويفضل دايما دايما يا رب اللي بيننا وبينكم يا رب ما يحرمنا منكم ويفضل على طول على طول بشة خير ترجمة نانسي قنقر